وفي إنجاز أكاديمي جديد أيضاً حصل فريق من باحثي الجامعة الأمريكية في الشارقة على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية عن أنظمة وأساليب علاج مستهدفة للسرطان الثدي حيث كان الفريق قد تقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع في عام 2017 وصدرت يوم الخامس عشر من ديسمبر 2020 وتعمل مجموعة الباحثين المعروفة باسم مجموعة الموجات فوق الصوتية في أبحاث السرطان على برنامج للعلاج الكيميائي يستخدم كابسولات دقيقة تستهدف الخلايا السرطانية متجاوزة الخلايا السليمة في الجسم مما يقلل من الآثار السلبية للعلاج الكيميائي ويمكن لهذا الابتكار مساعدة مرضى السرطان على تجنب بعض الآثار الجانبية القاسية والمنهكة أحياناً للعلاجات الحالية